موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام وحيكم أجمل تحية في تغطية نهاية الأسبوع أنا محدثكم أنس عبد الرحمن سنكون اليوم مع شؤون من صلاح الدين اليوم سنتكلم عن أمور تخص محافظة صلاح الدين وتخص أحد أقضيتها التي يجب أن نقول أنها بعد كل الأحداث التي جرت يجب أن تصنف هذه المدينة أو هذا القضاء بأنها قضاء مظلوم الشرقات لكن بعد هذا الفاصل موسيقى عدنا من جديد وشؤون من صلاح الدين ورحبوا معي بضيوفي السيدة من الجبوري عضو مجلس محافظة صلاح الدين حياكم الله والصحفي والمراقب لشؤون محافظة صلاح الدين وأيضا الناشط المدني والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي السيد علي البيد أبدأ مع سيدة عامنا مجلس المحافظة شلون توصفين بوحدة القرار السياسي أولا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أرحب أجمل ترحيب بقناتكم اللي طالما مواقبة النازحين وقدمت وتقدم الكثير لهم شكرا لزيزة مجلس بصراحة مجلس المحافظة كأي مؤسسة رقابية رقابية تشريعية تعمل ضمن الرأي الأغلبية يعني اليوم الذين يتماشى مع تطلبات الأبناء المحافظة فصلاح الدين اليوم أن القرار نابع من إرادة المجلس وما يقترحه أبناء المحافظة وتأخذ بنظر الاحتبار أراءهم ومتطلباتهم وملاحظاتهم وتعمل جادة يعني جادة بهذا الموضوع لكن هذا ما يتعارض مع الدستور يعني ولا يتعارض أيضا مع المقررات الأساسية من المطلس نعم في كل مؤسسات الدولة فالقرار اليوم هو قرار المجلس هو نابع من المجلس يعني يصبح قرار مجلس وعليه أن يتخذ هذا المجلس داخل المجلس قرار عائد المجلس المحافظة هو ما يتحمل هذا القرار وصلاح القرار وصلاح القرار طيب طيب بالغالب ومن خلي نقول من حزيران 2014 وحتى يومنا هذا بالغالب قرارات المجلس كانت كان بيها توافق تام كنت دائما حزمة واحدة يعني هذا الإحساس كان موجود بالنسبة لكم كأعظام مجلس لا يعني خاصة بعض القرارات المصيرية نتكلم عن بعض القرارات المصيرية نعم القرارات المصيرية نحن كأعظام مجلس محافظة أنا طبعا ما أخص بالذكر يعني القرارات السابقة وإنما من نيلي العضوية من شهر 2014 كنا نعمل جادين وبجهد يعني متكاتفة لنوصل بالقرار الصحيح والأسلم في مجلس المحافظة لأن هذا نوظف هذا القرار لعمل المحافظة والسير نحو الأفضل يمكن نعذركم على بعض القرارات لأنه كانت الظروف غير طبيعية له وش تقول أستاذ علي نعم أستاذ مجلس المحافظة بشكل عام في كل المحافظات هي مؤسسة وصلت إلى ما هي عليه عن طريق الأيدولوجية السياسية لأن نحن نظام كتل انتخابية خصوصا مجلس محافظة صلاح الدين جميع أعضاهم تابعين لكتل وهذه الكتل مرتبطة بأيدولوجية خاصة تختلف كتلة عن الأخرى لذلك هي تتأثر بالجو العام السياسي للبلد شاهدنا تغييرات داخل إدارة المحافظة سواء على صعيد شخص المحافظة أو نواب المحافظة أو حتى من الأدنى هو الظرف كان كل غير طبيعي نعم 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 فمجلس المحافظة يتأثر تأثير شواء بقراراته قد لا اتفق مع ستامنا في قراراته المصيرية وحتى القرارات الاعتيادية بالارتباط أعضاء المجلس بكتلهم انعكس الاختلاف داخل المجلس ربما في فترة ما وتحول إلى خلاف نعم والخلاف انعكس على الجمهور وولد الكثير من المشاكل والتراكمات يمكن ستآمن خير من ذاق هذه الويلات في فتوة قياستها لجنة الهجرة والمهجرين بعدني بنفس الموضوع لكن موضوع المهجرين إلى كلام خاص لأنه هذا هو كل موضوع أحب الضيفة يا أستاذ نعم السياسة في العراق حتى تكون صريحة وياك يعني اقتمح اقتحمت جميع المؤسسات الحكومية وأسهمت في تكبيل يعني تكبيل عمل البعض تكبيل المشاريع الإدارية نعم وأطلقت يد البعض الآخر يعني بهذا حتى يعمل ما يحلو لها مجلس محافظة صلاح الدين تأثرت بطريقة وبأخرى بالأزمات السياسية التي يعني أقتلنا بعض الصراحة بعض القرارات لكن مجلس محافظة صلاح أستطاع من هذا خلق مناخ مناخ جو يعني مناخ مناسب حتى يتجاوز هذه الأزمة يعني معناها أنه في حال وجود أصوات معارضة داخل المجلس لقرار ما وإحنا اليوم كل القرارات اللي يصدرها مجلس محافظة لاحظ دائما أكو أيضا داخل المجلس أصوات تعترض على بعض القرارات أو كأنها مجبرة على هذه القرارات طريقة التعامل مع الموقف شلون شون تقنعون هذا العضو أنه وجهة نظركم كاغلبية صحيحة إن لم تكوني أنت مثلا معارضة على قرارات أخرى مثلا كيف يكون التعامل مع العضو المعارض هذا هو شوان لأنني عندي إشكاليات بصلاح الدين عندي إشكالية أولا مناطقية عندي إشكالية لبسة لبوس طائفي عندي إشكاليات عشائرية هذا العظوم قاعدة الجماهيرية لو عشائرية لو طائفية يعني لو مناطقية الحزبية نعرف يعني هاي عامة مسألة عامة وكلها وياحة أستاذ أنا لا أريد أجمل يعني صورة مجلس المحافظة أمام حضرتك أو أمام المشاهدين ولو أني يعني قناعتي أنا شاهدتي من جروحها بأعضاء المجلس تداء برئيس المجلس وأعضائه أنا منذ تولي يعني تولي ونيلة منصب العضوية منذ 2014 جلست أول جلسة مجلس المحافظة وجدت أنه لابد أن تسود الدموقراطية لابد أن تكون هي المعيار في مجلس المحافظة فالعضو الذي يكون ضمن كابينة كابينة المعارضة ضد قرار معين أو موقف معين ربما يكون في موقف آخر ضمن كابينة الموافقة أو الأكثرية بالموافقة وهذا بصراحة من المعروف أن يعني للجميع سواء لوسائل الإعلام كما تعرفون أو للجهات المعنية يعني المهتمين بأمر المحافظة مجلس المحافظة تكون له رؤية فهذه وجهة نظرة نعتبرها يعني راجعة للعضو نفسي محترمة لكن هذا الجو الحلو وهذا الويام وهذه الأمور شاشفناها بالشارع عموما عندك شي أريد أضيف منذ 2003 مجلس محافظة صلاح الدين يعمل بآلية التوافق بين أعضاء وبين الكتلة السياسية فالجميع مفتفق على رأي واحد الأصوات التي تكون في خانة المعارضة ربما تكون مع احترامات لها تكون أصوات نشاز فالشارع تاد على التوافق انتبهت على هذا الموضوع خاصة بالقرارات المصيرية أستاذ علي نعم نعم هناك قرارات تخذت فيما يتعلق بتغيير شخصيات مهمة في المحافظة نعم كانت هناك معارضة يعني شبه حقيقية لفترة معينة لكن لم تستطع أن تصمد بوجهها الأغلبية المعارضة أيضاً مو دائماً على حق بالفعل هي المعارضة مو دائماً على حق لا لا بالفعل نعم مو ستابنا؟ لكن أستاذ ثقافة المعارضة لا تزال ضعيفة داخل مجلس المحافظة الكل يعمل ضمن التوافق حتى بالأخير كان هناك انتخاب وتغيير لجان نعم جرى ذلك يعني لكن المفروض على مستوى مجلس محافظة اليوم أنا أفكر بالهموم الإدارية أكثر من ما أفكر بالهموم السياسية نعم لأن الهم السياسي على مستوى محافظة مشكلة أنا عني مشاكل إدارية هوايا اليوم محافظة صلاح الدين وبصراحة اتكرست وشفنا تأثيرها على الناس الناس اليوم في محافظة صلاح الدين تقول لك أنا عندي مجموعة من الأزمات وطبعاً باكورتها أنه وصلنا للألفين وسبعة عشر لقينا نفسنا أمام ميزانية متقشفة تم تخصيص محافظة صلاح الدين من مجموعة الميزانية العامة ما قد الميزانية؟ 12 مليار 12 مليار ما شاء الله زينهاي اشتاعد كفي معش مليار الياباب يعني بياباب رح نصرفها في محافظة صلاح الدين استاذ بصراحة هذا المبلغ لا يقفي لمحافظة صلاح الدين وخاصة كما تعرفون محافظة صلاح الدين مور بأزمة مالية وتخصيصات مالية صفر وكذلك المركز لم يطلق لنا أي تخصيصات مالية يعني اليوم هتكون تطلبون ميزانية ممكن مال سنتين نعم ميزانية مائزة نعم هاي وين راحا؟ بالمركز ما انطلقت لي بخصوص ما تحرر الساحل الأيسر فتقريبا يعني نقول جمدت أو انحصرت أو خزينت ما أعرف يعني على مدى الساحل الأيسر مال الشرقات هذا اللي كان السبب طيب هذا المبلغ بصراحة اللي هي عشرين مليار لا تتراسم مع حجم عشرين وعشرين وعشرين احنا الرقم أيضا وصلنا المشكلة انا الجلسة حتى تكون صريحة وصادقة وياك الجلسة سابقة لما طرحوا قيمة الميزانية لم أكن موجودة بس السدكة والسادة الأعضاء ذكروها على التلفاز 12 مليار 12 مليار نعم هذا يعني احنا العام السابق كانت 268 مليار وكان بها عجز كيف أن تكون 12 مليار ترى مواطن غني شوية عند 12 مليار صح حافظت صلاح الدين 12 مليار شخصيات تمتلك أكبر ونهار والله شخصيات تمتلك عشرة أضعاف هذا المبلغ هذا المبلغ عشرين ضعف هذا المبلغ هذا المبلغ لا يتناسب مع حجم المحافظة يعني كما تعلمون المحافظة عد السكانة ما يقارب مليون وستمائة نسمة وبها أكثر من 17 وحدة إدارية باستثناء الوحدات المستحدثة يعني كيف نقيم هذه يعني ما تصد لا حاجة المحافظة وكون المحافظة هي تعاني من أزمة خدمات في الوقود في الكهرباء في كل شيء هذه الميزانية حسب يعني المعنيين أني الأعمار يعني ما ذكراه القائمين على الأعمار يقول يعني تحتاج المحافظة مليار دولار حتى تعمر صلاح الدين ما شاء الله فكيف إذا كانت 17 مليار وهذه لا تكفي حتى لخلول ترقيعية ما تكفي يعني هذا وعليه إحنا نطالب من هذا من بركم نطالب الحكومة المركزية بزيادة الميزانية لمحافظة صلاح الدين كونها المحافظة المنكوبة ولحد الآن تعاني ما تعانيه من أزمات اللي هي محتلة من قبل أصابات داعش ولم ينتم تحرير الشرقات لحد الآن وعدنا يعني نقص في الخدمات في الأعمار في البنى التحدية تحتية العفو فنطالب المركز بزيادة التخصيصات المالية طيب نعم أستاذ علي لما عندي هذا المبلغ ما عاش 20-25 حتى إذا 100 مليار دينار هاي في السوء لمحافظة صلاح الدين أستاذ محافظة صلاح الدين لم تكن تحسب لهذا الظرف الذي تعيشه الآن ربما كانت سابقا تأخذ ميزانية تصل إلى 370 مليار ما عدا البترو دولار ما عدا الميزانية في الاستثمارية ما عدا فهي الآن تواجه أزمة جديدة هي الأزمة الاقتصادية مثل ما ذكرت الست بعد أن خرجت استطاعت تقريبا الخروج من الأزمة السياسية داخل إدارة المحافظة والأزمة الإدارية وبعد ما شكلت هيكلية إدارية وسياسية لإدارة المحافظة وهي مقبلة أيضا على موضوع نقل الصلاحيات إلى المحافظات وأن هذا الموضوع ربما يجب أن يأخذ دوره طيب شون تحتكر الحكومة المركزية اليوم من المبالغ ربما الحكومة المركزية أو نظرة الوزارات نظرة أن محافظة صلاح الدين هو معمم على كل المحافظات غير قادرة على إدارة شؤونها الداخلية فلا زالت معظم القرارات بيد الوزارات المركزية في بغداد يعني معناها أنا ما أقدر أنقل صلاحيات بالفعل بهذا المبلغ ولا أقدر أستخدم الصلاحيات تكويل الصلاحيات تكويل الصلاحيات أترام ولا أقدر اليوم أستخدم هذه الصلاحيات لأنني ما عندي فلوس أنا شنو الفايدة اليوم إذا أسوي الموضوع الأفلاني وأني ما عندي الصلاحية ما عندي الفلوس بل سويت القرار لكن ما عندي الفلوس حتى ومكبلة حتى لو أطلقوا يدها إدارياً يعني ستصطدم بحاجزة الإمكانية طيب إجمالي أداء المجلس شون شو فيه ست والمؤمل أن يقدم إلى جمهور صلاح الدين حتى موعد الانتخابات المقبل ولما نقول الانتخابات فلازم اليوم العجلة تكون أسرع على اعتبار كل واحد اليوم لازم يسوق النفس السلام في الحقيقة يعني بإمكاني أن يعني أنا أول أقول على مجلس محافظة الصلاح الدين أن يكثف جهوده ومسانته لأبناء المحافظة وأن يعملون كقلية نحل نقول يعني حتى واحد مكمل إلى آخر في إيداهم حتى يعني يخدمون هذه المحافظة وابناء المحافظة بس لازم يخدموها بتجرد بعيدا عن رؤيتهم إلى أيلول 2017 لا يباعلي على صلاديق الاقتراع وشون يقدرون يملوها لكن أستاذ هم لازم ننصفه هذا الأعضاء أو المحافظة أو مجلس المحافظة اليوم استضمون بالمكانيات والتخصيصات المالية صفر يعني هي وقفة حاجز ضد عمل المجلس وعضاء المجلس زيراني زيراني ليش ما تخفت قرارات يعني قرارات شوية تحرج الحكومة المركزية يعني مثلا أن أقول بدل أن أعلق عضويتي كلام التعليق العضوية اللي هي طبعا ذكر هذا الموضوع على موضوع إعادة النازحية أنا قيمت بهذا الشيء أول شخص علاق عضويتي كانت ستهم أول عضو علاقت عضويتي يمكن لي شهرين أو ثلاثة لكن دون جدوة لا بالله ألوح بالاستقالة تدرين إذا أتلوحين بالاستقالة شنو معناها؟ معناها شيء كبير إليك والجمهورك لأنه هذا لأنه هذا رح يوصدك إلى مرحلة أنه تكونين جزء من الجمهور مو جزء من مجلس محافظة صلاح الدين كل حبنا واحترامنا لمجلس محافظة صلاح الدين لكن لما أحس نفسي أنا في مركز القرار ولا أستطيع أن أفعل شيئا علي أن أترك الساحة نعم أستاذ أنا ماذا أدعوش إلى التمرد بقدر ما أدعوش اليوم أنه يكون الموقف أقوى تعليق العضوية لا شيء الراتب واصل ترى ما رح تأثري سواء على نفسك وعلى الناس اللي يتغيبين إذا غبتي ممكن أن يتخذ قرار في غيابك قد يكون مؤذي ويمكن علي بقدر يوافقنا الرأي بالنسبة لأريد يعني نعرج على هذا الموضوع قرار أو ثقافة تعليق العضوية أو ثقافة الاستقال أو ترك المنصب لا زالت بعيدة عن الساحة الإدارية والسياسية داخل محافظة صلاح الدين ربما عضو مجلس المحافظة يفكر بطريقة أخرى أنه يدخل إلى الانتخابات بصفة عضو وليس عضو سابق لكي يدخل بكعب عالي يستطيع إطلاق وعود للجماهير أنا ليس سألت هذا السؤال أنا أسألها السؤال لأنها كانت رئيس تجنة النازحين في مجلس المحافظة أي من أكثر المتألمين كانت على النازحين هي السؤال ثاني من دا أسألت هذا السؤال يعني اليوم أنا من لوحت بالتعليق أما الفائدة ما استفادت هذه المحافظة صلاح الدين لا أنا لوح بالاستقالة وتجاوز الخوف إذا عندي خوف سواء من الكتلة أو الخوف حتى على نفسي المكاسب الآنية مو فد مشكلة مو مشكلة خلي روح كسي المجلس خلي روحاني ترى يعني من ديت ونلت العضوية في وقت استثنائي يعني محتنى داعش ولم أقدم شي لا لنفسي ولا لقضائي لحد الآن أنا لم أقدم شي لا لنفسي ولا لقضائي وأطمح يعني أني أفوز بصراحة وهذا أمنيتي أني بدورة أخرى حتى أقدم مشروع فشي يعني أرفع من مستوى قضائي للخدمات لأي شي قضائي اليوم مهمش مو فقط من الحكومة المحلية أنا أعتبرها مهمش من الحكومة المركزية والدليل شنو تحرر قضاء الشرقات والكل ترقب قضاء الشرقات لا ما لاحظت لا زارنا عضو برلمان باستثناء النائب مشعان الجبوري ولا زارنا الدكتور سليم الجبوري مثل ما فعل للدور وباقي الأقضية ولا زارنا رئيس الوزراء السيد العبادي هما أزارنا فاعتبرت بصراحة أني قضاء الشرقات مهمش من قبل الحكومة المركزية نهائيا حتى عبداللطيف الأهميم رئيس ديوان ولقف السني لم يكلف نفسه بزيارة بينما هو يزور قرى في الرمادي أو في نينوى فأني من شفت أني مجلس الشرقات هس بيها مشاكلة هواية ويمكن من جملة هاي المشاكل مشاكل يحجي عنها التقرير اللي راح نشوفه سوى ناخذ استراحة شوية بهذا التقرير نتابعه وبعدها مباشرة في الشرقات مباشرة في الشرقات إن شاء الله العد التنازلي بدأ لأكبر قضية في صلاح الدين بعد طرد داعش منها ملف النازحين وما لاحق به والذي بات يشكل أزمة متداخلة في عموم مناطق المحافظة ما يزال تحت تأثير قوى فاعلة مدججة بالسلاح من جهة ومثلها عشائرية من جهة أخرى الأمر الذي جعله بمعزل حتى عن رئيس الوزراء بحسب عضو المجلس على فاضل بعد لقاء بغداد ثمرت هذا اللقاء هي غير إيجابية بصراحة لأنه عدنا وعادت العشائر المعارضة على عولة النازحين بطلبات إلى المربع الأول وبشروط أشبه بالتعجيزية بل هي تعجيزية من جانب آخر كان لعضو مجلس المحافظة كفاء فرحان رأيا مشابها حول تجريم ذوي المنتمين لداعش عضدت فيه رواية فاضل يعتبر هذا قرار مجحف قرار ظالم باعتقادي الخاص برأي الخاص لأنه هذا سيؤدي إلى خلق حاضنة جديدة للأرهاب عندما تقصي شخصا وتبعده عن بيته وعن منطقته وعن استحقاقاته كمواطن في محافظة هذا يؤدي إلى خلق حالة من التمرد لدى هذا الشخص ضد إدارة الحكومة الموجودة في المحافظة فلذلك نطالب قيادة الأجهزة الأمنية بالعدول عن هذا القرار بأن من يكون مجرم هو أن لا تزروا وزرة وزرة أخرى النائب الأول لمحافظ صلاح الدين خزع الحمد أكد أن موضوع فرض المبالغ المالية من قبل بعض العشائر ما زال مفاعلا دون حل من الحكومة المركزية على الرغم من طرحه مسبقا محافظة صلاح الدين حاولت التماشي مع مطالب البعض التي اعتبرها مراقبون مجحفة إذ وافق المحافظ على استبعاد زوجة المتورط بدم كذلك الحال بالنسبة لأولاده أما الأقرباء الأبعد درجة فهم مستثنون في محاولة من الجبور لحل حالة الأزمة وتسوية أوضاع المحافظة هذا ويبقى السؤال الأهم من سيتحمل تصفير أزمة المحافظة بالنازحين كثر ومطلوبين قلة وهل لدى حكومة المركز الاستعداد الكامل لمواجهة من يقف موقف الضد من الحل لقناة سامراء عبد الرحمن النجار أعودنا وياكم مشاهدين الكرام بعد متابعة هذا التقرير عن محافظة صلاح الدين كل الشكر لزمين العبد الرحمن النجار ربما أوجز فأبلغ في هذا التقرير مباشرة إلى الشرقات إلى داخل الشرقات وبما أنه طبعا التقرير يتكلم عن جملة أمور وعن مواقف لعضاء مجلس المحافظة وشفنا السيد علي فاضل أبو الحسن كان عنده موقف بخصوص إعادة النازحين وشفنا أيضا موقف ستكفاء بخصوص موضوع ترحيل عوائل الدواعش أيضا وأيضا طرق الموضوع إلى مبالغ يتكلم عنها السيد خزع الحمد هذا الموضوع نحصر وريد نستثمر لأنه هناك حالات مشابهة بس أول سؤال عندي اليوم عضو مجلس المحافظة هو ممثل عن منطقة شنو شعورت شدام أبناء الشرقات أبناء قضائج كعضو مجلس المحافظة صراحة بماذا تشعرين حين يأتي اسم الشرقات أمان طبعا عانا عن نفسي أشعر بالتقصير الكبير اتجاه مدينتي ولو أني كما يعلمون الكثيرين عني أنا كل إنجازاتي اللي أحققها تجاه مدينتي أول مرة بالمحافظة ككل أنا عملت كرئيسة لجنة هجرة ومجلس ووقفت مع النازحين وهذا شيء مشهود لي لكن ما قدمته للشرقات يعني ما وظفته عبر الإعلام لا مثل ما يفعل الآخرين وتشهد لي النازحين وأهالي الشرقات ووقفت على السقيرة والكبيرة لكن الجدوى من هذا كل شيء هو مهمش ويعاني التهميش والإقصاء من قبل الحكومة المركزية الشرقات؟ نعم مهمش وأكد على هذه الكلمة مهمش ويعاني الإقصاء من قبل الحكومة المركزية وحتى المحلية شنو السبب؟ أنتوا هسا عضوين مجلس محافظة من الشرقات الوحدات الإدارية ما شاء الله تكون بها مسؤولين القرار الأمني داخل محافظة صلاح الدين شرقات أستاذ علي نعم أستاذ هناك عدة عقبات تقف أمام دعم قضاء الشرقات ربما لا زالت العقلية في محافظة صلاح الدين تفكر بأن مدينة الشرقات لا تزال تابعة إلى محافظة لينو كما كانت في ثمانيونات القرن الماضي الأمر الآخر بعد مسافة الشرقات عن مركز محافظة صلاح الدين أكثر من 140 كيلو متر وهذا نجد صعوبة في التواصل بين المسؤول ترى تقريبا نفس المسافة الحد أطراف الدجيل نعم نفس المسافة يعني تقريبا الحد أطراف الدجيل هي نفس المسافة ربما مقاربة ثم أنا اليوم لو ابن الشرقات فعلا اليوم أنا مثلا هناك مضطهداء وكذا أنا ما خلي بالوحدات الإدارية يعني عندي اليوم عضوين مجلس محافظة من الشرقات وعندي على مستوى الدوائر الحكومية مدراء من الشرقات وعندي القرار الأمني شبه كامل وحدة الصوت الشرقاتي سيد جمعانا سعدون نعم سعدون السيد عشم السبهان وآخرون نعم هناك حيادات في الحجد الشعبي نعم اليوم القرار الأمني تقريبا بيد أبناء الشرقات وكل هذا اليوم الصوت قعدنا نص الشرقاتي الصوت الشرقاتي لا أزال مشتت لا أزال ضعيف الجميع يبحث عن مكاسب شخصية مكاسب ربما مناطقية حتى على مستوى الشرقات حتى بالعموم يعني وضعها وضع عشائرين وتقريبا هي مكونة من عشيرة واحدة أو اثنتين عشيرة كبيرة نعم فلازم اليوم أكفد وحدة قرار مو معقولة هل تشتت هذا نعم أستاذ سببه شنو سياسي السياسة هي من فرق الشرقات هي من فرق الشرقات على طول الانتخابات اللي جرت في الفترات السابقة كان هناك أكثر من مئة مرشح في المدينة وهذا ما تسبب تضيع أصواته نعم نعم تضيع أصواته وتوجه إلى كتلة أخرى ورح يكون رغبات المرشح وأهواء إلى كتلة أخرى كذلك الناخب سوف يتبع المرشح طيب ستقامنا عندي موضوع تحرير الساحة العيسر نعم كل اللي يجوا هنا تتكلموا عن تحذير الساحة العيسر وانطوا المبررات وقالوا أن الساحة العيسر مدى يتحرر لأنه الموضوع يحتاج إلى قرار وهذا القرار لحد الآن مدى نعرف عند منه تعرفين القرار عند منه بالضبط أستاذ حتى مننا نتوجه له يعني نتكلم ويا نقول له احنا ببنا مشتاق خاصة نحكي مباشرة نعم 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 مع الناس مع المسؤول مباشرة القرار يعني هو التحرير الساحة العيسر يتوقف يعني تربط به رابطة جغرافية مع قضاء الحويجة وقضاء الحويجة تحريرها يعني نقول سياسيا قضية سياسية من جانب من جانب أخر ما معلوم يعني ما معلوم السبب ما معلوم ما معلوم يعني ما معلوم لا نترك الإجابة نترك الإجابة نعم الجانب الآخر هو عمليات الموصل خالد دون تحرير الساحل الأيسر لأنه المعقل الرئيسي للدواء شهي في الموصل فبدأوا بتحرير عمليات الموصل وتركوا الحويجة وهذا خطأ يعني الساحل ليس يعني ما لازم يتركون قضاء الشرقات بظهرهم يتحرر الموصل وهذا يعني يعني كل المراقبين اليوم يقولون أنه تحرير قضاء الشرقات كلها فرحة بي لكن هو تحرير يمكن إعلامي أكثر من كونه تحرير حقيقي بالفعل نعم ما جرى يعني لعملية تحرير الشرقات التي كنت أنا مواكبها أول بأول العملية تمت يعني بطريقة طرد الدواعش من الشارع وأخذ أماكنهم بعد أيام من التحرير حصلت هناك روقات أمنية وهناك هجمات من داخل المدينة البعض رجع حول بعض الآخر قال من خارج المدينة يعني من منطقة شرق دجلة من منطقة الساحل الأيسر النقطة الأهم لم تجري هناك عملية تطهير للمنازل التي كانت داعش تستخدمها كمضافات إضافة إلى هي بل عادة أي منطقة يفترض أن تكون محتلة من قبل عصابات داعش يجب أن تطهر جميعا ويتم تفتيش جميع المنازل والدور لم يحصل الإجراء فعلا نعم هذا الإجراء لم يحصل تسبب في خروقات أمنية عديدة أسهمت في إرباك الوضع الأمني حتى الوضع الخدمي داخل المدينة طيب وهو تحرير منقوص لأن نصف المدينة يمكن الآن عادة يعني وجهة النظر بهذا الموضوع يمكن اليوم تم يعني إعادة التفكير بها بطريقة أخرى من خلال ترحيل عوائل الدواعش وأكو آراء كثيرة بهذا الموضوع رئيسة كيفاق قبل شوية عضو مجلس المحافظة قالت يعني ولا تزر وازرة في الوزرة واخرى وقرار تهجير الدواعش ربما سيعيد لي إنتاج حاضنة جديدة أسمع رئيسة نعم أنت توافقيها بالرأي نعم كل الرأي أنا اليوم بنت الشرقات وعلى التماس مباشر مع كل العوائل سواء اللي مرتبطة يعني أنت معهم بداعش أو غير ذلك أنا زرت بنفسي مخيم الشهامة اللي رحلوله أو الدوعش وأنا من المعارضين جدا على هذا أنا شفت زرت مخيم الشهامة ما لديت إلا أطفال ونساء أطفال أخذوهم من مقاعد الدراسة بالقلابات على المخيم من الشرقات من الشرقات نعم جد عددهم بالله يعني حوالي دراسة والله أول دفعة كانت ثلاثين عائلة ويعني رأيي القوات الأمنية طالما يقول إيجابي أو صائبي يقول لك هذا لهم اتصال مع عوائلهم اللي ذهبوا إلى الموصل يعني ينهزموا أنا اليوم الداعشي إذا هو حريص على عائلته ما يترك عائلته بظهره أكو عوائل أخذت يعني أكو دواعش عفو أخذوا وعوائلهم منهزموا أما ما فكر بعائلته هذا انهزم ليش أنا اليوم أعاقب عائلته هذا لو تريده كان راحت وياه نقول هيك بلا تراحت معه نزمت لا احتمال هو لأنه هو بوضع هذا هو أصلا جاير يموت فما يهم بعده شي يصير ما يصير هذا هو تفكير لأنه هم تفكير هم تفكير دواعش علي البيدر هذا القرار لو نأخذه من عدة جانب مدنيا هو مخالف لجميع الأعراف والقوانين المدنية الدولية والمحلية منها انت جاي تأسس ثقافة عنف جديدة نفس ما تفضلت الست وانت في طور بناء دولة مدنية دينيا كما قالت ست كفا ولا تزير وازرة وزرة وزرة نعم عشائريا الداعش لا ينتمي العشيرة من انتمل داعش هو تبرأ من كل المعتقدات والمقدسات سوى العشيرة سوى المناطقية هو راح الداعش والتجاء الداعش وتبرأ من كل هذه المسميات بقى الموضوع مناطقيا اللي جرى في مدينة الشرقات قبل لدخل الستوديو اتكلمت مع حد المسؤولين قال ما جرى في المدينة أهل المنطقة يحددون الشخص أقارب الداعش إذا كان مستفاد أو متنعم من الداعش في فترة هيمن الداعش على المدينة أما هناك لدينا حالات هناك شخص داعش وأخوه شهيد بالحشد الشعبي أو بالجيش العراقي أو ابن أخوه أخوه حالة نعم نعم عندنا أكثر من حالة أنه أخوه داعش نعم 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 ست عام نعم أنا زرة المخيم وطلعت على حالة أنا اليوم أتعامل مع حالة ثانية أطفال أو النساء أو شيء أقضي النظر عن أبوهم أو أخوهم المنهزم أنا اليوم أريد أسوي مصالحة مع الكل مع الطفل هذا لا حتى لا ينجرف اليوم ونتحطه بمخيم وتقفل عليه راح عقليته تروح يعني اللي بعيد فأنا بالعكس أوفر له الأمان أوفر له مقاعد دراسية وأحسسه إحنا قريبين عليه وإحنا يعني أحسن من أهله اللي تركه وبالتالي أنا أقدر أحصل على سلم مجتمعي نعم هذا اللي هذا اللي أريد أصلك نعم اليوم حتى أقدر أحصل هذا السلم المجتمعي شنو المفروض أسويه مع عوائل الدواعش أنت مادام ترفضين أنه هذا الإجراء يتبع مع عوائل الدواعش يجب أن يكون هناك إجراء بديل وانت رئيس لجنة هجرة سابقا وحاليا على منظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة صلاح الدين نعم وهذا الشغل هو لبة شغل المجتمع المدني شنو المفروض اليوم نسويه حتى نحتوي ذوله وحتى لنعيد يعني سيناريو إنتاج داعش بطريقة أخرى تعسفية بصراحة هذا الموضوع بغاية الهمية نحن اليوم يعني نتعامل قلت لك مع ناس نريد نوظفهم أو نريد نبعد عنهم كل هذه اللي مرواها فأني كلجنة كرئيسة لجنة منظمات يعني تعاملني مع منظمة اللي هي تعقدنا مع منظمة المجتمع المدني اللي هو عقدة مؤتمر سوف تعقد في أربيل وهذا حتى تضافر كل الجهود من مثقفين وأكاديميين من نفس المدينة من مدينة الشرقاء يمكن المثقفين والأكاديميين ممكن لهم رأيهم واحد صح أستاذ علي نعم أنا متابع لهذا الموضوع هناك الكثير من المثقفين يرون أن الموضوع يحتاج إلى اقتلاع من الجذور خاصة الذين لديهم شهداء يعني واحد مثلا مقتول أخوه مستحيل يقدر يواجه هذا نحن مجتمع بل فعل موضوع الثار هو إثارة هذا القرار من قبل مجلس محافظة صلاح الدين أعتقد كان نوعا ما متسرع سبب شيء تصعيدي نعم بل فعل يعني حرك حرك نعذكوة من الناس نعم نعم يعني ساهم للأسف في إذكاء الصراع يعني ضد عوائل الدواعش أو ذويهم النقطة الأهم أن الحكومة المركزية لا تزال تصامتة تجاه ما يحصل في الأمس تتكلمت مع شخص يقول في محافظة الأنبار هناك مجازر ترتكب ثأرا لفلان وثأرا للشهداء الذين سقطوا من قبل ذوي الدواعش لكن دخلت الناس وتحرر جزء من الشرقات ولم نسمع أبدا أن أحد الذهب لينتقم من أحد بجريرة كون داعش أو أقوم هناك الدواعش هربوا طبعا جميع الدواعش من مدينة الشرقات ما تبقى هم المشتبه بهم هناك عملية هدم للمنازل حصلت في المدينة في الشرقات نعم أكثر من بحدود مئة منزل يعني هدمت لأصحاب الدواعش وستآمنة عندها علم نعم ستآمنة يعني ربما في بس النقطة الأبرز أولا يجب تعريف من هو الداعش وبالتالي اتهام الداعش شخصيا أما أنت تروح تأخذ ثار من كما قالت ستآمنة من طفلة أتت من المدرسة وتحمل حقيبتها على ظهرها تمام نزعوا الحقيبة وصعدوها بالقلابة هذا إجراء يعني ربما يتنافى مع حقوق الإنسان وستآمنة يمكن في نصف دقيقة من ما تبقى من وقت يعني اليوم شنو اللي طالبين بي بالضبط في موضوع السلم المجتمعي منه اللي يقدر يتحرك لنا اليوم على موضوع السلم المجتمعي لأننا نخاف نواجه كارثة جديدة والله أنا بصدد عقد بخصوص ورشة عمل أخص بها أبناء مدينتي يعني نقول مؤتمر في القضاء ونخص بها جميع الطوائف ليش ما أيضا العشائر أيضا نجيب المثقفين نخرق المصالحة مع المثقفين رؤساء العشائر الشيوخ كل هذه ونعقد صلوح نقول صلوح لنبذل طائفية والمرة والعنصرية ونخلق روح التسامح بين المواطنين وإلا يكونوا ندائج إحنا بحاجة إلى بث روح التسامح بين المواطنين قبل كل شيء نحن يمكن كلامنا عن الشرقات لن ينتهي نحتاج بعد ساعة النوم لكن ساعة انتهت أنا أشكر حضوركم السيدة أمن الجبوري عضو مجلس محافظة صلاح الدين رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني داخل المجلس ورئيس لجنة الهجرة والمهجرين سابقا يعني بارك الله جهودك إن شاء الله جهودك ما تنكر أنت والخيرون جميعا في مجلس محافظة صلاح الدين علي البدر صديق العزيز الصحفي والمراقب لشؤون محافظة صلاح الدين أنا أشكر حضورك أيهاكم لتاحة الفرصة في هذه الحلقة من تغطية خاصة والشكر موصولا لكم أيضا أحبة المشاهدين تقبلوا تحيات كادر قسم الأخبار وتحياتي أنس عبد الرحمن وتحيات المخرج سيف المهند حتى نلقاكم من جديد في أمان الله وحمد الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة